محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب قال أن مستقبل مصانع الغازل والنسيج الخاصة فيه خطر وقد تتوقف عن العمل في ظل عدم قدراته على الحصول على الخامات بأسعار مناسبة تلائم إمكانيتها أوضح وكيل لجنة الصناعة أن لقاءه بأصحاب المصانع الخاصة كشف له عن المعاناة اللي بيعيشوها بسبب زيادة أسعار المخزون الخام أضف بدراوي إلى أن اللجنة تبحث عن حلول لتلك الأزمة خاصة أن المصانع الخاصة قد تتوقف بسبب عدم قدراتها على شراء المواد الخام في ظل التزامها بأمور أخرى كرواتب العمالة وباقي تكاليف لوازم الصناعة